فالشيء اللي بيعجبني في يسوع المسيح إنه في كل الكلام اللي ذكروا مش بس إنه فيه نبوات يعني تمت فيه النبوات فهو تنبأ عن خراب الهيكل وهراب خراب أورشاليم وتنبأ عن طبعا نبوات في المستقبل وهكذا وتمت فالرب يسوع فعلا جاي وهذا دليل على مصداقية يسوع المسيح صح طبعا رب يسوع حتمية مجيئه مرة تانية لا ينكرها المسلم ولا المسيحي يعني حتى المسلمين كمان يعني بييجي يعني بيؤمنوا إن المسيح حييجي حكما مقصطا ووجيها في الدنيا وفي الآخرة ومش مع الاختلاف إن إحنا بنؤمن إن المسيح حييجي لاختطف الكنيسة وهم بيؤمنوا إن المسيح حييجي يعمل حاجة تانية لكن أنا بادعي كل واحد مسلم بيحضرنا النهاردة أو كل أخت مسلمة بتحضرنا النهاردة إن هي المسيح تعرفوا إيه عنه إيه اللي تعرفوه عنه لازم أنا مدام المسيح جاي مرة تانية وإنت تؤمن أو إني تؤمني إن المسيح حييجي مرة تانية إنت لازم تقرأ الكتاب المخدس تقرأ الإنجيل الإنجيل فيه رسالة المسيح فيه كلمات المسيح أنت محتاج أنك تعرف المسيح قال إيه وهو على الأرض لأنه هو جاي حكما مقصطا أنت لا تعلم شيء عن المسيح بالتمام وكل اتجاهك هو للقرآن مع إن مش محمد اللي هييجي قبل في الأخرة بحسب الفكر الإسلامي لكن اللي هييجي المسيح فأنت محتاج أنك أنت تقرأ الكتاب المقدس أنت محتاج تقرأ الإنجيل وتشوف كلمات المسيح والمسيح بيقول إيه علشان أما ييجي المسيح تعرف تفهم هو هيتكلم على إيه ترجمة نانسي قنقر